اقوى وصفة لتخصيص كامل الجسم تعتبر مشكلة زيارة الوزن من اكبر المشكلات التي يعاني منها كل من الرجال والنساء والتي تكون سببا في افقادهم ثقتهم بانفسهم ويعرضهم للإحراج كما ان مشكلة زيارة الوزن ينتج عنها العديد من الامراض نقدم لكم سبع وصفات طبيعية تساعد في التخلص من مشكلة الوزن الزاعد وتخصيص الجسم في وقت قياسي تطرحها لنا نجوم مصر سبع وصفات طبيعية للتخصيص اولا الكمون والقرفة للقرفة والكمون دول كبير في تخفيض نسبة السكر التي توجد في الدم والتي تعتبر سبب في زيارة الوزن كما انهما يساعدان على حرق السعرات الحرارية بشكل ملحوظ وهذا يؤدي الى تخصيص الجسم طريقة التحضير اضف ملعقة من القرفة على ثلاث ملعق من الكمون واحضر ثمرة الليمون وقطعها الى قطع صغيرة وبعدها ضع هذا الخليط في كوبا يحتوي على ماء مغلي وغطيه جيدا وتركه لمدة خمس دقائق ثم صفيه وبهذا يصبح جاهزا للشرب تناول هذا المشروف ثلاث مرات في اليوم قبل تناول الطعام حتى تتمكن من تخصيص الجسم بالكامل ثانيا النعناع والخيار يتميز النعناع بقلة السعرات الحرارية به كما انه يحتوي على الدهون بكميات قليلة وهذا يجعل له دور كبير في تخصيص الجسم طريقة التحضير اخلط ثمرة خيارا مع اوراق النعناع اضافة الى عصير الليمون ضع هذا الخليط في الماء وتناوله كل يوم في الصباح للوصول الى النتائج التي تهدف لها في وقت قياسي ثالثا النعناع والزنجبيل ان الزنجبيل له دور كبير في التخلص من الدهون وخاصة التي توجد في منطقة البطن كما انه يساعد على تحسين عملية الهضم وهذا يجعل الوصول الى جسم النحيف غاية في السرعة عن تناول الزنجبيل طريقة التحضير قوم بقطع الزنجبيل الى قطع صغيرة وضعه مع القليل من النعناع على الماء وتركه على النار حتى يصل لمرحلة الغليان وبعد ذلك اجعله يبرد وتناول منه بعد ان تصفيه رابعا الكمون والثوم ان الثوم له دور كبير في التخلص من الدهون الموجودة في الجسم كما انه يساعد على التخلص من الكرش ومنطقة الارداف طريقة التحضير يتم وضع ملعقة كبيرة على كوبين الماء اضافة الى عشر فصوص من الثوم ويوضع هذا الخليط على النار لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك يترك الى ان يبرد ويتم خلطه في الخلاط وشرب كوب منه بشكل يومي على الريق خامسا الليمون والماء ان الماء يقلل من الدهون التي توجد في الجسم كما ان له دور في التقليل من الشعور بالجوع ويساعد الكبد ايضا على تحويل الدهون الموجودة به الى طاقة طريقة التحضير يتم خلط كوبا من الماء مع كوبا يحتوي على عصير الليمون ويشرب هذا الخليط كل يوم في الصباح على الريق سادسا الثوم والبقدونس لا يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من السعرات الحرارية كما انه يساعد على التخلص من الماء الزائد الذي يوجد في الجسم يساعد البقدونس ايضا على التقليل من الشعور بالجوع وله دور فعال في تخصيص الجسم بسرعة كبيرة طريقة التحضير يتم وضع اناء على النار يحتوي على كوب ماء وعلى بعض اوراق البقدونس ويحتوي على خمس فصوص ثوم ويترك هذا الخليط حتى يغلي وبعدها يترك حتى يبرد ويصفى ويشرب ثلاث مرات يوميا سابعا العسل وخل التفاح يساعد خل التفاح في التقليل من الشعور بالجوع كما انه يخلصك تماما من الدهون الزائدة والعسل ايضا يقلل من الشعور بالجوع بعد تناوله كما انه يعمل على تنظيف المعدة وكل هذا يعتبر سبب واضح لتخصيص الوزن طريقة التحضير يتم خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من خل التفاح ويوضع القليل من الماء الفاتر على هذا الخليط ويتم شرب كوب منه قبل تناول الوجبات المختلفة واخيرا اليك 14 تنصيحة تساعدك في تخصيص الوزن بسرعة 1- ان تقوم بتقسيم الثلاث وجبات الكبيرة التي تحتوي على دهون إلى خمس وجبات صغيرة وخفيفة لا تحتوي على اية دهون 2- تناول الماء بكثرة وفي جميع الاوقات يساعد على تخصيص الجسم 3- ممارسة الرياضة بشكل يومي 4- الاكثار من الطعام المحتوى على الألياف 5- تجنب تناول السكريات وأي مشروبات غازية 6- تناول الطعام الخاص بك في أطباق صغيرة بدلا من الكبيرة 7- الاكثار من المشروبات التي تخلصك من الدهون الزائدة في الجسم 8- تجنب تناول المأكلات المعلبة تماما 9- الاكثار من تناول الكرفس الذي يعمل على حرق الدهون 10- تناول سكر الفواهيه كبديل على السكريات 11- تناول الخبز الذي يحتوي على النخلة 12- تناول كل من المكارونة والأروز مرة واحدة اسبوعيا 13- تجنب الملح تماما حيث أنه يعمل على حبس الماء في الجسم 14- لا تتناول أي طعام في الليل 14- إذا كانت هذه زيارتك الأولى لا تنسى الاشتراك في قناة إفادة 15- أكون شاكرة لك إذا دعمتني بالضغط على زر الإعجاب 16- وشكرا لك على المشاهدة 17- شكرا لك